في مدينة الجزائر العاصمة يتم اختطاف فتاة صغيرة يثار التوتر تنتشر الشكوك ثم يظهر مفتش شرطة اسمه سامي وطبيب نفسية اسمها دنيا ليكشف معا ما جاءت به شياطين الماضي هكذا يصف صناع فيلم آل جيز قصة العمل التي تبث الآن في أول عرض عالمي بالولايات المتحدة الأمريكية العرض تم خلال فعالية مهرجان رود آيلاند انترناشنال فيلم فيستيفل وحقق الفيلم نجاحا كبيرا خلال هذا المهرجان أقول نجاحا كبيرا لدرجة أنه فاز بالجائزة الكبرى أفضل فيلم طويل في منافسة يشارك فيها سبعة آلاف عمل ليتميز الفيلم الجزائري عن كل هذه الأعمال المخرج شيكيب طالب بن دياب نجح في جمع فارق ممثلين مميز لتجزيد هذه القصة نتحدث عن نبيل عسلي هشام مصباح مريم مجقان وشهر زاد كراشني علي نموس عزيز بكروني محمد فريمهدي وغيرهم من نجوم الجزائر وزارة ثقافة نأت فريق العمل في المنشور الذي سيظهر الآن وكتبت في المنشور أن هذا التتويج يعتبر إنجازا هاما للسينما الجزائرية ومؤشرا آخر على الانتعاش الذي يعرفه هذا القطاع الحيوي في السنوات الأخيرة يعكس أيضا موهبة وقدرات المخرج شكيب طالب بن دياب وكوكبة الفنانين المشاركين في إنجاز الفيلم يقول يونس في التعليقات تهنين الحارة لكل من ساهم في إنجازه وإنجاحه إن شاء الله هو بداية النجاح غير المنقطع أما لامين تواتي فكتب أنه يتشرف بالعمل فيه تشرف اللي لعبت في هذا العمل الكبير ونشكر كل من أعطاني هذا الفرصة من المخرج المساعد وكل المسؤولين عن الكاستينج نشكر الممثلين نبيل عسل هشام صباح اللي ما بخلوش علي بنصائح دياله سيد علي كتب في آخر تعليق ألف مبروك للعمل ولصناع العمل الذين شرفوا الجزائر في واحد من أهم مهرجانات الولايات المتحدة الأمريكية ليس من السهل أن تنافس في هوليود وتفوس إذن مبارك لهم هذه الجائزة ومبارك للجزائر هذا العمل الذي عنوانه ألجيز أي الجزائر العاصمة